للمرة الخامسة يعلن المبعوث الأممي إلى اليمن قبول ميليشيات الحوث الإنقلابية بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الحديدة ضمن اتفاق السوك هولم المتعثر منذ أن تم إعلانه قبل قرابة خمسة أشهر لم ينتج فيها غير فيث سوى مزيد من الفشل والتعثر على الأرض دون أن يحمل الميليشيا مسؤولية تعنتها وإفشارها للاتفاق قبل أن تنعقد جلسات مجلس الأمن اعتاد المبعوث الدولي على تكثيف رحلته المكوكية إلى صنعاء للقاء الحوثيين فيعود من كل زيارة كما ذهب حاملا معه الفشل وعائدا إلى مجلس الأمن محملا بالخيبات رغم كل أساليب الترضية مع الميليشيات مع ذلك ظل يحرص على انتزاع قبول كلامي من الحوثيين قبيل كل جلسة في مجلس الأمن لينقل للدول الأعضاء كعادته ما يعتقده نجاحا جديدا في رصيده وسرعان ما يتبخر عندما تبدأ خطوات التنفيذ على هذا المنوال ظل يعلن نجاحات داخل مجلس الأمن بينما تبدو في الواقع مجرد إخفاقات كبيرة منذ لحظة إعلان الاتفاق أواخر العام الماضي وفي جلسة مجلس الأمن الاثنين كرر التأكيد على حدوث تقدم في اتفاقية السوكولم وتحديدا فيما يخص إعادة الانتشار والممرات الآمنة لوصول المساعدات في الحديدة لكنه على الواقع يعجز عن تقديم إجابة للمواطنين الذين يشاهدون ويعيشون ما يصفه بتقدم إيجابي بينما هو في الحقيقة تأخر سلبي تداعيته كارثية على وضع السكان سواء في الحديدة أو غيرها على امتداد خارطة المعاناة اليمنية وفي حين تتراكم الكارثة الإنسانية وتزداد حدة الجرائم الحوثية ونهب المساعدات وسرقة رواتب موظفي الدولة والسلاب حقوق المواطنين والتساع دائرة المعاناة والمجاعة والشداد الحرب الإنقلابية استمر غير فيث ببيع الوهم لليمنيين وتسويق نجاحات غير موجودة في الواقع يقول ناشطون إنها مجرد أنشطة ترفيهية تكلف ملايين الدولارات يتم خصمها من رصيد المنح الدولية المقدمة لليمن أبرزها الحديث عن نجاحه في دعم الوسط النسائي وتنظيمه الشهر الماضي للمؤتمر النسوي لأكثر من مئة ناشطة يمنية في العاصمة الأردنية عمان تحت مسمى صانعات السلام على نحو بدى فيه المبعوث محترفا في صناعة الوهم وتبييض سجل إخفاقاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة